أريد أن أذهب معك إلى النادي الأهلي وعايز عليك عن تفاصيل جلسة ما بين كابتر محمود الخطيب ومارسي الكولر هو كان الجلسة كانت النهاردة وكان بخصوص اللي هو مناقشة أوضاع الفرق خلال محلال المقبلة وكمان كانوا في صفقاته وكانوا بيقولوا اللي هو خلاص ومع كل أربع مقتنع تماما فكرة اللي هو مش مش هيجيب صفقات تانية لتكتفي بالعبية اللي هي جات خاصة اللي هو ما عادش فيه وقت خلاص لفكرة اللي انت تدخر عناصر جديدة خلاص اللي هو فكرة بس هقول لك معلومة عندي وممكن تقولي عكسها يعني انه الزماية الأهلي في مفاوضات متقدمة جدا مع جناح لسى الأهلي مخب جدا التفاصيل عن هذه الصفق بس يدي دلوقتي بتقولي أنه الأمور اتقفلت خلاص مفيش صفقات جديدة خاصة اللي هو يعني كان فترة من الفترات اتعرض زيكو من اللاجنة الفانية هو الراجل بيرفض أيلع بييرفض زيكو بضبط والماروبي كمان ناس كتير قلت قالت قلت أنا لو هاخد هاخد الماروبي مش هاخد زيكو هو كان الراجل بيتكلم أن المتحين في السوق حالي أنا كريم مش من نفس يعني مش حاجة من الموجود بالضبط وده اللي مش هرده طموح الراجل في الفترة الجاية خاصة أن أنت داخل على ارتبطاتك كتيرة جدا لا إما هتجيب جناح علي لا إما مش هتجيب حاجة سدخان خاصة أن أنت داخل كاس العامل الأندية هو الأهل لما عمل المركاته السنة دي وبيعمل المركاته عشان خاطر مشاركة في كاس العامل الأندية والإنتركنتينت بالضبط والأهم بالنسبة له كاس العامل الأندية طبعا عشان هي أصعب فبالتالي أنا اللي عندي كويس لو مش هجيب أفضل منه مش هجيب ده كان الاتفاق عظيم لكن ارتضوا بشكل كبير جدا أنهم هيقفلوا المركاته خلال الفترة دي لو في حاجة ظهرت ممكن قد تكون في يناهر أو اللي ييجي يبقى كلاس A أو كلاس B على الأم فالي هو هيضيف للنادي لكن لو ما جايش خلاص عظيم